يقول السؤال ما حكم قود الله يرحمك للميت الكافر طبعا لا يجوز الدعاء للكفار بالمغفرة والرحمة لماذا؟ لأن الله أخبر أنه لا يغفر للكافر إن الله لا يغفر أي شرك به فإذا أنت تعلم أن الله لا يغفر للكفار الذين ماتوا على الكفر مات على الشرك فكيف ندعو بشيء لن يفعله الله طبعا قد يقول قائل هذا يمكن يكون معذورا يعني ما سمع بالإسلام بطريقة صحيحة سمع بالإسلام فيه شبهات ما سمع أصلا نقول خلص له رب يحاسبه نحن ما ندعو بالمغفرة والرحمة إلا لأهل الإسلام الكفار يتولاهم الله ولا نحكم على كافر بشيء ليش ما ندري مات على إيش إيش كان في اللحظة الأخيرة في قلبه ما عند الموت إيش كان عند فيه هل قامت عليه الحجة ولا ما قام فإذا مصائر العباد ما نتخل فيها العباد الذين حكم الشرع لهم بجنة أو نار نشهد لهم بذلك وغيره أمرهم إلى الله إنما حسابه عند ربه نحن نجري عليهم أحكام الظاهر في الدنيا يعني بالنسبة لنا مات على الكفر ندفنه في مقابر المسلمين لا نصلي عليه لا ندعو له بمغفرة والرحمة لا نرث منه يورث المسلمين لا خلص نعامله على أحكام الظاهر وفي الحقيقة والباطن وعند الله ماذا سيكون يوم القيامة خلص هذا من شأن الله تعالى يقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآية الله والله لا يهدي القوم الظالمين فهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أعطي العلم ليعمل به وتحمل الأمانة وحمل كتاب الله ليتدبره ويعمل به ويدعو إليه فخالف ذلك فلم يعمل بالعلم ولا تدبر ولا دعا ولا بلغا ولا اتبعا ولا امتثلا ولا انزجرا ولم يؤدي الحق ما أدى حق هذا الكتاب الذي حمله الله إياه فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا هذه البهيمة الكليهة التي تحمل كتبا لا تدري ما فيها لا تقرأها ولا تفهمها ولا تنتفع بها حظها من هذا الحمل فقط يحمل ولا يدري ما عليه كذلك هؤلاء اليهود والنصارى في حملهم الكتاب الذي أوتوه فإنهم أخذوا لفظه أتركوا معناه ما عملوا بمختضاه بل حرفوه أبدلوه أغيروه أكتموا بعض ما فيه ولم يؤمنوا بمختضاف اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به التوراة وبشر به الإنجيل فهؤلاء في هذا الحال في كفرهم بالحق وعدم امتثالهم لما أنزل الله عليهم أسوأ حالا من الحمير لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم عقول لكنهم لم يستعملوها ولذلك قال الله في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الدابة معذورة لأنها دابة غير مكلفة لا عقل لها لكن هؤلاء لهم عقول فضرب الله لهم مثلا بالحمار يحمل أسفار والحمار هذا لا يدري ما على ظهره حق أم باطل حكم أم ضلال لا يدري عن شيء نصيبه الكد والتعب وهؤلاء هؤلاء لم ينتفعوا بما حملهم الله إياه وتركوا العمل ولم يؤدوا حق الكتاب المنزل ولا رعوه حق رعايته كالعيسي الإبل البيض كالعيسي في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول فيصير العلم والكتاب حج عليهم ولهذا قال الله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بالأدل وبالحجج كذبوا بها والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفقهم لهداية لأنهم ظلموا أنفسهم وكذبوا وعاندوا ومن فوائد هذا المثل أن العلم النافع هو ما أثمر العمل الصالح علم بلا عمل كشجر بلا ثمر حج على الإنسان قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا العلم والد والعمل مولود العمل بالعلم فريضة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا ما فعل به العلم النافع الذي يثمر خشية الله إنما يخشى الله من عباده العلماء قال مسعود رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية لكن العلم الخشية قال عطاء من خشية الله فهو عالم قال عبد الله بن أحمد بن حمد قلت لأبيه هل كان مع معروف الكرخ شيء من العلم قال يا بني كان معه رأس العلم خشية الله ذم الله الذين لا يعملون بالعلم ذما بليغا فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كابوا رمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وهذا الاستخفاف بالعمل وعدم وترك العمل يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أختاب بطن يعني أمعاء فيدور بها كما يدور الحمار بالرحة فيجتمع إلي أهل النار فيقولون يا فرام ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقولوا بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء يعني يعود إلى البيت قال جمع أهله فقال إني نهيت الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير الطير عيونه نظر حد ينظر إلى شيء يأكله ولا ينظر أن لا يقع في شرك أو عدو يصيده والناس ينظرون إليكم يا أولاد أمير المؤمنين ويا أهل خليفة المسلمين ينظرون إليكم نظر الطير قال ينظرون إليكم نظر الطير يعني إلى اللحم وأقسم بالله لا أجد أحدا منكم فعله يعني فعل ما نهيت الناس عنه إلا أضعفت عليه العقوبة تضافرت الآثار عن السلف الصالح في هذا المعنى فقال ابن سعود رضي الله عنه تعلموا تعلموا فإذا علمتم فعملوا إذا كنت مسلما إذ عمل بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لكم على المتابعة إذا أتمنت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم